شكلت الديمقراطية البحرينية العريق عنصرا مهما لولادة ميثاق العمل الوطني من خلال مشاركة شعب مملكة البحرين في عملية التصويت على الميثاق ونتاجا للميثاق ترسخت الديمقراطية في مملكة البحرين وكانت شاهدة على العديد من المنجزات الحضارية في مختلف المجالات ميثاق العمل الوطني الأساس الصلب الذي بنيت عليه منجزات مملكة البحرين على مدى الأعوام الماضية وشكلت الديمقراطية عنصرا رئيسيا لولادة هذا الميثاق وأكد ميثاق العمل الوطني أن الديمقراطية هي نهج مملكة البحرين الذي اختاره الشعب وقيادته كفل ميثاق العمل الوطني الحريات الشخصية والمساواة في فصله الأول علاوة على حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر ومثل المجتمع المدني عنصرا هاما أكد عليه الميثاق لتعزيز الديمقراطية التي عرفت بها مملكة البحرين فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كان داعما ومؤسسا لمجتمع مدني حديث وهو ما نص عليه البند الخامس من الفصل الأول للميثاق والمجتمع المدني بكافة مؤسساته يكتسب صفته المدنية كونه منبثقا من المجتمع مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا للمجتمع المدني لما له من دور في التنشئة الديمقراطية فرصخت مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ومؤسسات مستقلة الاتجاه الديمقراطي للمواطنين وذلك من خلال صقل المواطن عند إبداء الرأي وتدريب على أسليب التفاوض الجماعي وتأكيد أهمية التوافق كآلية للوصول إلى حلول وسطية مع التركيز على قيم المشاركة في الحياة العامة والتكافل الاجتماعي الذي يسهم في نهوض المجتمعات كما تجسد دعم الميثاق للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين ضمن فصله الثاني إذ كان البند واضحا في أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا حيث يكفل دستور مملكة البحرين ممارسة السيادة وفي هذا السياق تأتي الانتخابات النيابية والبلدية لتأكس واقع الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين حيث شكلت السلطة التشرئية بأدوارها الرقابية والتشرئية صوتا ديمقراطيا لكافة المواطنين طبعا بداية نحب هنجرة الملك وسموه العهد الأمين على مرور عشرين سنة على مثاق العمل الوطني هذا المثاق الذي غير مسر حياة البحرين على مدى العقدين الماضيين نقلنا من فترة زمنية إلى فترة زمنية أكثر نجاحا وأكثر تطورا ووضع البحرين في الحقيقة في خريطة المكان الصحيح التي يجب أن تكون عليه بفضل هذا المثاق وفضل هذه الوثيقة الهامة ما نشهده من ازدهار وتقدم ونماء على كافة الأصيدة والمجالات لهو شيء تفخر به البحرين أمام كل دول العالم هذه المناسبة تعتبر عيد من أعياد الوطن ومثاق العمل الوطني الذي نحتفل به هذه الأيام كان طاهرة جديدة على تاريخ البحرين الحديث وهو عبارة عن خارطة طريق للحاضر والمستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر